بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد اليوم نبدأ بفضل الله إن شاء الله مع سورة الإنسان هذه السورة التي ورد لها أسماء كثيرة فقد ذكر الإمام البخاري فيما أخرجه في باب قراءة الفجر أن النبي عليه الصلاة والسلام أو كانوا يسمونها سورة هل أتى على الإنسان فهكذا كان أحد تسميتها أسماؤها أنه هل أتى على الإنسان وذكر الصيوطي في جملة ما ذكر من أسماء السور أنها تسمى سورة الإنسان وذكر الخفاجي فيما ذكره في أسماء السور أنها تسمى سورة الأمشاج لأنه لم يرد لفظ الأمشاج إلا في هذه السورة وأيضا ورد في المصاحف فيما كتب من المصاحف أنها تسمى سورة الدهر وذكر الطبرسي في مجمع البيان على أنها تسمى سورة الأبرار لما وصف الله بها من حال الأبرار والنعيم الذي هم فيه هذه السورة اختلفوا في أهل هي مكية أم مدنية على أقوال فمنهم من قال على أنها كلها مكية وهو الأكثر كما قال الجشمي وكما ذكر ذلك الخفاجي أيضا وذكر ذلك من عاشور أنها مكية واستثنوا منها بعض الآيات كما سنذكر ومنهم من قال أنها مدنية وهو قول مجاهد وقتادة ومنهم من قال أنها بعضها مكي وبعضها مدني فذكروا في قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرا قالوا أنه هذا الأسرى من أخذه على أنه أسير الحرب قالوا لم يكن هناك أسرى حرب في مكة فالآية هذه مدنية وإن كانت السورة مكية على من ذهب إلى مكيتها ومنهم من قال على أنه فلا تطعم منهم آثما أو كفورا قال أنها مدنية قالوا لكن هذه الآية كانت مكية لأنه الكلام عن الكافرين والذي ذهب إليه أهل التحقيق كما ذهب ذلك ابن عاشور أيضا قال على أنه سياق الآية ونظمها هو أقرب للنظم المكي من أنها مدنية إلا على ما جاء في بعض الآيات التي ذكرناها أما في قضية المحكم ومنسوخ وكما ذكر ابن هبة الله البغدادي في النأسخ والمنسوخ قال على أنها السورة محكمة إلا بعض الآيات فحكم الأسير وإطعام الأسير قال هذا نسخ بآية السيف وكذلك الصبر على المشركين في قضية أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر عنهم فاصبر لحكم ربك قالوا أيضا الصبر رفع هذا بآية السيف على من قال على أنها يعني إلا هاتين الآيتين أما في ترتيب نزولها فقد اختلفوا فعن جابر بن زيد يقول ترتيبها في ترتيب السور هي الثامن والسبعون من ترتيب السور وهي حقيقة الآية يعني هناك 17 سورة مختلف بين مكيها ومدنيها فهذه السورة من السور المختلف فيها حقيقة نعم أما في ترتيب النزول فقلنا جابر بن زيد يقول أنها التسلسل الثامن والسبعون من ترتيب السور وذهب ابن مسعود على ما ذكره أبو داغود في سننه على أنه كان في ترتيب مصحف ابن مسعود على أنها الواحد والثلاثون أو الثلاثون في ترتيب النزول وأيضا ما ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرن بين النظائر من السور فكان يقرن بين القيامة وبين الإنسان فقالوا أنها نزلت كما ذكر ذلك أيضا جمع من أهل التفسير قالوا أنها من علوم القرآن قالوا نزلت يعني بعد سورة الرحمن وقبل سورة الطلاق فهذا الترتيب النزول فقلنا من حمل على المكي والمدني أخذ أنها الواحد والثلاثين أو الثلاثين ومن حملها على أن السورة المدنية حملها على رواية جابر المزيد أنها الثامن والسبعون كما ذكرنا السورة حقيقة سورة عظيمة تكلمت عن يعني في سبب أو المناسبة لها مناسبة الربط بين السورتين بين القيامة وبين سورة الإنسان لما خدمت سورة القيامة في الكلام عن خلق الإنسان والدليل على إيجاد الإنسان مرة ثانية بعد أن خلقه الله في النشأة الأولى قال ألم يكن نطفة من من يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى ثم بيّن الله سبحانه وتعالى تفصيل ذلك الإنسان الذي خلق والذي استكبر عن البعث واستنكر البعث بما فصله في سورة الإنسان حيث ابتدأت بذكر الإنسان مناسبة بينها وبين ما قبلها من سورة القيامة هذا في نظم المصحف في الترتيب نعم سورة الإنسان أو سورة الدهر كما قلنا ابتدأت ببداية عظيمة وهو استفهام على معنى التقرير أي أن الله سبحانه وتعالى قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان هنا وقفوا على كلمة هل ماذا يراد منها هل يراد منها الاستفهام التقريري أم يعني يراد منها الاستفهام على عمومه أم يراد منها أنه يعني معنى آخر من استعمال هل في اللغة فذهب أهل العلم قالوا إنما هذه جاءت على الاستفهام التقريري وذا قد ذكره جمع كبير من أهل العلم وذكره أهل التفسير أيضا قالوا أنه هنا استفهام تقريري الذي يكون المخاطب ليس له قدرة للرد وليس للمخاطب قدرة أن يقول لا أو يقول لم يكن ذلك الأمر إنما ذكر الله ذلك على انتزاع الجواب من الإنسان على أنه أنت ما من عاقل يتصور نفسه أنه كان موجودا قبل أن يخلقه الله أو كان موجودا في الأزل فإذن هو استفهام على معنى الإقرار والدليل على هذا أنه أتبعت الآية بإنا خلقنا الإنسان أي أنه بعد أن أقررت أنه لم تكن شيئا مذكورا إذن لم يكن عندك من الإقرار إلا الجواب بأن الله هو الخالق الموجد فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أم شاجئ فلذلك من حملها على هذا المعنى قالوا إنما هذا الاستفهام على يعني تقرير المخاطب على أن ينتزع منه القول ببلا يا رب أنا لم أكن شيئا مذكورا لولا الفضل والمنة في إيجاد هذا الإنسان وسنتكلم عن نعمة إيجاد هذا الإنسان والنعم الكثير التي يعني أتبعت في إيجاد هذا الإنسان على هذه الصورة الموجودة فقال ومنهم من حمل أنه هل على معنى قد وهذا قول أبو عبيدة وقول الفراء وقول عن سيبويه قال هنا هل بمعنى قد واستشهد ذلك الإمام الرازي أيضا وقال في قول الله هل أتاك حديث الغاشية أي قد أتاك حديث الغاشية وقالوا أنه هذا وإن كان استفهام ولكنه لا يراد منه الجحد ولكن يراد منه إخبار أي أنه كما تقول لرجل كان معك ورأى موقف معين فتقول له هل رأيت ما صنع فلان ولا تريد أنك تسأله هل صنع أم لم يصنع لأنه كان معك وتعلم أنه يعلم ولكن تريد استحضار تلك الحادثة مرة أخرى لأهميتها ولبيان ما تريد أن تخبره به فتقول له هل رأيت ما صنع فلان وتعلم أنه قد رأى ذلك وهكذا جاءت في آيات كثيرة يعني هل أتاك حديث موسى وغير ذلك من الآيات وهنا هل أتى على الإنسان أي قد أتى على الإنسان حين ومن الدهر فمن حمله على هذا المعنى ومن حمله على هذا المعنى أما معنى الاستفهام الذي هو السؤال يعني الاستفهام معنى هو طلب الفهم وهذا يعني طبيعي لا يجوز على الله صبحانه وتعالى أولا أن الله صبحانه وتعالى يعلم بالأشياء كلها فلا يحتاج الله سبحانه وتعالى أن يسأل عن شيء وحتى إن ورد السؤال كما قررنا ذلك في آيات كثيرة مرت معنا في التفسير إذا ذكر الله سبحانه وتعالى يقفوهم إنهم مسؤولون ليس المراد أنهم يعني يسألون ليستعلم منهم لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير العباد قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة إنما هنا يقفوهم إنهم مسؤولون أي سيسألون ويقررون على ما أنعم الله عليهم وكيف جحدوا تلك النعمة ولذلك يعني جاءت هلأة على الإنسان والإتيان نقولنا الإتيان هو مجيء بسهولة وهنا المراد ليس الإتيان على معنى هنا المجيء إنما على المضي قد مضى عليه وقد مرت عليه الأزمان الطويلة كما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال هلأتى على الإنسان واختلفوا ما هو المراد بهذا الإنسان فذهب الأكثرون وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم والحسن على أنه الإنسان هنا آدم عليه السلام الإنسان يراد به آدم وقالوا أنه أتى عليه حين من الدهر وسنتكلم عن علاقة الزمن بآدم لما ألقي كما ورد في رواية ابن عباس ألقي على باب الجنة في رواية أربعين سنة وقيل ألقي بين مكة والطائف أربعين سنة وسنتكلم عن هذه الروايات إن شاء الله لكن يعني من حمل الإنسان هنا على آدم عليه السلام والإمام الرازي حقيقة قال أن الإنسان هنا يراد منه الإنسان بني آدم وليس المراد يعني الإنسان آدم عليه السلام قالوا أولا يعني أصحاب القول الأول كأنهم حملوا لفظة الإنسان التي جاءت في الآية الأولى وفي الآية الثانية أن مرة الأولى على آدم المرة الثانية على ولد آدم أما الإمام الرازي فرأى أن الإنسان التي جاءت في الآية الأولى يراد منها بني آدم والثانية كذلك يراد منها بني آدم قال لأن الإبتلاء وخلق النطفة والأمشاج وغير ذلك من الأمور أنه يعني تحمل على بني آدم وهذا ما وفقوا إليه عليه الشنقيطي وابن عاشور وجمع كبير المفسرين قالوا هذا الأليق بالسياق والنظم أن يكون المراد الكلام عن الإنسان أنه هو بن آدم قال لأن آدم عليه السلام أبتلي واشتاز ذلك الامتحان فلا امتحان له فيما بعد لأنه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى الكلمات وتاب الله عليه فلم يكن هناك امتحان لآدم إنما كان ذلك الامتحان هو لبني آدم ولذريته وهذا هو الذي مال إليه الإمام الرازي ومال إليه جم من أهل العلم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر والحين حقيقة هي المدة كما ورد أو ذكر الإمام الماوردي عن ابن عباس وذكر ذلك القرطب أيضا وذكر ذلك ابن الجوزي قالوا هي المدة المبهمة من الزمان المدة المبهمة التي لا تقدر من الزمان ومنهم من قال على أنه الحين نعم تطلق على المدة القصيرة والمدة الطويلة ولذلك هي تختلف عن الدهر من حيث أن الحين لها مقدار وتطلق على القليل والكثير أما الدهر فلا تطلق إلا على الكثير وهذا قول الإمام الرازي ومنهم من قال أن الحين قد تأتي على معنى السنة وقد تأتي على معنى ستة أشهر وقد تأتي على معنى يعني أوقات كثيرة قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فهذا الحين التي للأثمار قالوا والأججر تختلف في إعطائها للثمر منها ما يعطي بعد ستة أشهر ومنهم يعطي في السنة مرتين واختلفوا في ذلك ومنهم من قال على أنه الحين قد يأتي إلى نهاية الآجال قال ومتعناهم إلى حين قالوا الحين هنا مدة آجالهم وأعمارهم ومنهم من قال الحين تأتي على معنى المدة الممتدة إلى يوم القيامة وليعلم أن نبأه حتى حين حتى حين هنا يعني إلى يوم القيامة سيعلمون نبأ ذلك في يوم القيامة ومن حملها على القبور عند موتهم وحسابهم فالأقوال الحين إذن هي لفظة مبهمة من حيث أنها تحمل معنى زمن يعني غير محدد وغير منحصر على حسب السياق الذي تأتي به وهذا الذي ذكره يعني كثير من أهل الألب قال حين من الدهر والدهر هو المدة الطويلة من الزمان كما هو معروف ويجمع على أدهر ودهور كما قيل كيف يوجه إتيان الحين من الدهر على الإنسان لو حملناه على آدم أو حملناه على يعني بني آدم فقالوا لو حملنا لفظة الحين من الدهر هذه على آدم عليه السلام فقالوا أنه حين من الدهر أراد بها أربعين سنة ومنهم قال الحين لا تتجاوز الأربعين سنة هناك أيضا قول من هذه الأقوال الموجودة في اللغة فقالوا أنه آدم عليه السلام يعني صور وألقي قيل طينا وقيل صور وألقي على باب الجنة أربعين سنة وقيل ألقي بين مكة والطائف كما ورد في رواية ابن عباس فمنهم قال على أنه أيضا من الأقوال السلفة التي وردت أنه أتي به أربعين أي أتي بالتراب والطين فكان ترابا أربعين سنة ثم طينا أربعين سنة ثم حماء مسنون أربعين سنة ثم صلصال أربعون سنة ثم نفخ الله فيه الروح فمنهم من جعل بدأه من الطين والحماء المسنون والصلصال فقال مئة وعشرين سنة ومنهم من أخذ معه التراب فقال مئة وستون سنة مجموع ما بقي آدم هذا الحين من الدهر الذي لم يكن فيه شيئا مذكورا هذا إذا حملنا الكلام على آدم عليه السلام وإذا حملنا الكلام على بني آدم نقول على أنه الإنسان هنا إما المراد به أن يكون نطفة ثم علاقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة وقال كل واحد هذه أربعون يوما حتى يعني تنفخ فيه الروح ومنهم من قال أنه الحين من الدهر أراد به تسعة أشهر التي يكون فيها الإنسان في بطن أمه ومنهم من قال على أنه الحين هذا المراد به انتقال تلك النطفة بين أصلاب الأباء ما بين آدم إلى والدي ذلك المولود حتى يأتي الرجل ثم ينتقل إلى رحم المرأة وهذا الزمن هو حال أو وقت الانتقال للنطفة بين مكان إلى مكان هذا هو المراد من كلمة الحين من الدهر المدة الممتدة قالوا يعني حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا اختلفوا على أنه هل يسمى الإنسان إنسانا إلا بعد تصوره وإلا بمجرد التراب يكون إنسان معلوم أنه قضية الشيء هو للمعدوم أم للموجود فكما يعني نعرف أنه كلمة الشيء هي للموجود فالمعدوم لا يكون شيئا إلا بعد وجوده فلكن التعبير الدقيق هنا لما ذهب إليه الفراء وذهب إليه جمع من أهل الألم قالوا لم يكن شيئا مذكورا أي كان شيئا ولم يكن مذكورا أي أن آدم عليه السلام كان شيئا ولكنه لم يكن مذكورا أو قالوا لم يكن شيئا مذكورا أي موجودا ولكنه كان في علم الله موجود فالنفي هنا لم يكن ليس على معنى الشيء إنما على الذكر فنفي الذكر لا نفي شيئية آدم ووجود آدم عليه السلام فوجود آدم هو موجود فقضية أنه يعني الذكر هنا مذكورا قال لم يكن له خطر أي له ذكر وتداول بين الخلق وسبب ذلك قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق المخلوقات في ستة أيام قال علم المسعود قال إن الله خلق دواب البر والبحر وكل ما موجود في الأرض في ستة أيام وكان من ضمن الأيام الستة أقصد ليس في ستة أيام وكان آدم عليه السلام هو آخر ما خلق الله من الحيوان آخر مخلوق خلقه الله هو آدم فلم يكن شيئا مذكورا أي لم يكن الخلائق تعرفه من هذا الذي سيكون ومن هذا الذي سيخلق فلم تكن تعرفه حتى خلقه الله فصار له ذكر وصار أنه عرف أن هناك مخلوق جديد وقيل أنه لم يكن شيئا مذكورا حتى أعلم الله الملائكة بقوله إني جاعل في الأرض خليفة وقيل أنه لم يكن شيئا مذكورا قال لأن الله عرض الأمانة لما خلق السماوات والجبال والأرض وعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها ولما تحملها آدم عليه السلام وحملها الإنسان المراد به آدم عليه السلام أصبح له شرف وأصبح له ذكر بين المخلوقات حيث أنه قبل أمانة الله وقبل الحملة أن يحمله في حمل الأمانة فكان شيئا مذكورا ومنهم من قال على أنه لم يكن شيئا مذكورا قبل أن يعلمه الله الأسماء كلها فلما علمه الله الأسماء وأسجد له الملائكة كان له ذكر وكان له معرفة بين الخلائق الخلائق وجعله الله سبحانه وتعالى سيدا على الموجودات كما قال هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا فجعل جميع ما في الأرض هو لآدم عليه السلام كلمة مذكورة المذكور إما يراد منها من الذكر والبيان وإما يراد منها الشرف أي لم يكن له شرف وعلو درجة كما قال تعالى عن النبي عليه السلام وعن القرآن قال إنه ذكر لك ولقومك أي شرف لك ولقومك فلم يكن شيئا مذكورا أي لم يكن ذو شرف وذو منزلة بحيث أنه يحظى باهتمام الخلائق التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأنه سيدها وأنه الأرض كلها وما فيها خلقت لخدمة هذا الإنسان كما بيّن الله سبحانه وتعالى فالآية حقيقة فيها استهلال عظيم على قدرة وعظمة الله سبحانه وتعالى في حيث أنه أوجد هذا الإنسان من لا شيء وكان ترابا ولذلك من عرف الإنسان على أنه يعني الإنسان هو الحيوان الناطق كما يعرفه أهل المنطق بعض المفسرين اعترض قالوا هذا لا يعني يتواء مع قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقطعا عندما كان يعني مصورا أهل العلم قالوا تعالى ما صور وإن لم تنفق فيه الروح فهو إنسان إذا علم أنه ستنفق فيه الروح هذا قول القرطبي وقول أيضا بن الجوزي وقول جماعة من أهل العلم ولكن قال الإمام الجوشمي قال الإنسان إنما ذلك الحيوان الذاهب الأجائي الآكل الشارب المتصرف الذي فيه الحياة هذا هو الإنسان ويقول وهذا أوجه في تعريف الإنسان لأن قبل نطقه سيكون هناك هذا المخلوق الذي خلاقه الله صلى الله عليه وسلم هو هذا معنى الإنسان وهذا ما ذكره الجوشمي في التهذيب قال لم يكن شيئا مذكورا لم يكن له شرف ومنزلة ومكان بين المخلوقات كما قلنا حتى كرمه الله سبحانه وتعالى قال فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فهنا يعني أكرمه الله بهذه المنزلة العظيمة ولذلك كما قلنا من حمل الإنسان في الآية الأولى على آدم يكون على هذا المعنى ومن حمل الإنسان على أنه من ذرية آدم عليه السلام سيكون له معنى آخر وهذا إن شاء الله ما سنفصل به القول في الحلقة القادمة بعوني تعالى في قول الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ولا خلافة في ذلك يعني إن كان في الآية الأولى خلاف على أنه آدم أم غير آدم أما الآية هذه فلا خلافة فيها أن المراد هو أولاد آدم وذرية آدم لسبب واحد أنه نعم آدم خلق من تراب ولكن الخلق ليس من تراب بل نحن من ماء قال والله خلق كل دابة من ماء وهذا لا يتعارض مع الأصل أن الله خلق آدم من تراب فالأصل من تراب والذرية ليست من تراب إنما خلقت من ماء وهذا كما في بقية الأصناف حيث ذكر أهل العلم مثلا عن الشيطان مثلا أو إبليس إذا أردنا الدقة إبليس فهو مخلوق من نار كما هو معروف في القرآن والحديث ولكن ذريته ليست نارا على أصل أصل الخلقة لكنها الآن هي مخلوقة خلقا آخر كما أن الإنسان أصله من طين وهو الآن خلقا آخر سنتكلم عن تفصيل ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى ذلك الموعد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة